خلينا أقول لك وأستعرض معاك أرقام الأهلي لغاية اللحظة اللي أحمد كلم فيه إحنا لعبنا ثلاث بطولات لعبنا في دوري الأبطال الأفريقية زهاباً وقياباً مع التحاد المونستيري لعبنا بعد كده في الدوري ثلاث ماتشاط إسماعيلي أسوان دخلية ولعبنا طبعاً كاس السوبر في مهجة الزمالك في الست ماتشاط دول الأهلي سجل 12 هدف أربعة استقبلهم التحاد المونستيري زهاباً وعودة أربعة استقبلتهم شباكة دخلية اتنين في ماتش الزمالك واحد إسماعيلي واحد أسوان يعني المعدل هدفين في كل مباراة وشباكة الأهلي ما استقبلتش غير هدف واحد من خطأ سازج يعني في مباراة الدخلية فبالتالي على مستوى الأرقام الأرقام جادة جدا جداً وعلى حسب كمان مستوى المواجهات يعني لو استسنية الدخلية وأسوان من الست ماتشاط مواجهة الزمالك على لقب السوبر مواجهة قيلة مواجهة إسماعيلي في بداية مشوار الدوري والشكل اللي ظهر بيلي إسماعيلي قدام النادي الأهلي مواجهة قيلة والتحدي المونستيري بما أنها طالع الأولى للراجل يعني مستر كولر أول طالع عليه في مشواره مع الأهلي كانت في بطول الدوري أبطال أفريقيا مع ممثل تونس برى الأرض فبالتالي برضو الحصيلة يجباجد ورغم كده يبدو أن الراجل مش عجباء الحصيلة التهديفية شايف أنه الأهلي ما بيخلص الفرص مش لازم تخلص كل الفرص لكن على أقل نسبة كبيرة من الفرص اللي أنت بتقدر تصنعها على مدار المطش المبررة الوحدة عليك أن تسجل نسبة كبيرة منها وده يمكن واضح في شغله مع الفريق جدا وخصوصا الحلول الحلول المتمثلة في الكرات العرضية وتركيز أكبر كمان منها بيشتغل بشكل كبير جدا على فكرة التصويب من بعيد وأنا شايف أنه الأهلي عنده اللعيبة اللي تقدر تعمل ده يعني ومهمة سهلة جدا للقدمون من الخلف أفشا بيعرف شهود كويس جدا السولية بيعرف شهود كويس جدا آليو ديانج بيعرف شهود كويس جدا فالتدريبات المكسفة على فكرة التصويب من بعيد وخصوصا أنه شكل مطشاط الأهلي والأهلي في أسوأ حالات وبرضه الفرق بتخاف تفتح الملعب قدام الأهلي يعني حتى وإحنا لو تفتكروا موسم الأخير مثلا المطشاط اللي كان فيها إجهاد أو غيابات كتير من صفوه النادي الأهلي كان برضه الفرق بتراهن على فكرة التكتل الدفاعي واللعب على الهجم المرتد فواحد من أهم وبالتالي بما أنه الأهلي فيق ووقف على رجليه ونتمنى الحقيقة أنه المستوى ده يستمر طبعا لنهاية الموسم توقع أنه الفرق هتلجأ لنفس الطريقة دي فكرة أنه محدش هيراهن قوي على أن يلعب معك جيم مفتوح ففكرة أنك تدرب التكتلات الدفاعية بالتصويب من بعد واحد من أهم الحلول ومستر كولر كان مركز بزاد فتمرينتو النهاردة على القصة دي موسيقى